إلى أخبار نجوم كرة القدم المغربية عبر العالم والذين تألقوا وبصموا على مصار موفق صقت أنديتهم 13 لاعبا مغربيا ضمنوا مقاعدهم في المربع الذهبي لأكبر البطولة القرية عبر العالم التفاصيل في هذا التقرير للزميل محمد أبو موسى هي سابقة في تاريخ كرة القدم المغربية نجوم مغاربة في المربع الذهبي لعدد من البطولات القرية من آسيا إلى أوروبا مرورا بإفريقيا وحتى في القارة الأمريكية 13 لاعبا مغربيا ضمنوا مقاعدهم في نصف نهائيات أكبر البطولات القرية للأندية في أوروبا وفي المسابقة الأعرق والأغلى ثلاثي مغربي في المربع الذهبي لدور الأبطال إبراهيم دياز مع ريال مدريد نصير مزراوي رفقة بايرن ميونيخ وأشرف حكيمي مع باريسان جرمان في القارة العجوز دائما وفي مسابقة اليوروباليك سيطرة مغربية وحضور قوي بثلاثة أسماء في أولمبيك مارسيليا صانع ألعاب فريق الجنوب الفرنسي أمين حارث ونجم خط الوسط عز الدين أناحي إضافة إلى جناح الطائر لليفركوزن الألماني أمين عدلي وفي الكأس الثالثة أوروبيا لم تخلو أضلاع المربع الذهبي من الأسماء المغربية وهذه المرة بثناء أولمبياكوس اليوناني الهداف أيوب الكعبي فضلا عن المخضرم يوسف العربي في قارة آسيا مواجهة مغربية مغربية على بطاقة العبور لنصف النهائي ياسين بونو مع الهلال السعودي ضد مواطنه سفيا رحيمي رفقة العين الإماراتي تشامبيونس ليغ فريقيا أيضا عرفت حضورا مغربيا بارزا من خلال ثناء عبد المنعم بطوي لرفقة ساندانز وارض سليم مع الأهل المصري اللمسة المغربية بارزت أيضا في القارة الأمريكية تألق لافت لأسامة إدريسي رفقة باتشوكا المكسيكي في بطولة الكونكاكاف هي بصمة مغربية عابرة للقارات ومشهد يعكس إشعاع كرة القدم المغربية